أهلاً وسهلاً بحضراتكم مرة ثانية ولأن تعداد مصر الكبير الكتلة اللي موجودة فيه العمرية والسنية هي للشباب فأنت بتتكلم على نسبة كبيرة جداً من التعداد من الشباب وده بالنسبة للدول دي حاجة رائعة إن تكون الدولة أو الوطن شاب يعني فيه من الشباب فعلشان كده مهمة قوي إنه الشباب كمان يبقوا عارفين الحقائق زي ما هي ويبقى عندنا الفرصة الأجيال الصغيرة إنه يعرفوا الحقائق بالزبط زي ما قال السيد الرئيس النهاردة لما أعلن عن إقامة معرض والمعرض ده للحرب على الإرهاب في سيناء فتخيل أنت برضو في الأسرة لما تحكي وتقول للجيل الصغير والمدرسة كمان يكون فيه أمانة أساساً موجودة في العرض في الكتاب أو من المدرس أو من الجهات التعليمية ويبقى كمان عنده المعرض هنا هيكون المعرض فيه صور أسماء الإرهابيين والأدوات اللي تم استخدامها والأسلحة والذ خائر وأجهزة الاتصال كل ده كمان هيخلي كمان الأجيال الجديدة أو الشباب الصغير والشباب والناس بشكل عام يشوفوا الحقيقة كما هي تعالوا نعود ونستمع لجزء من كلمة السيد الرئيس بالمناسبة احنا حنعمل مش بس الاحتفالية احنا حنعمل معرض للحرب ديت حنعمل معرض للحرب ديت حنوريكو الحاجات اللي كانت موجودة اللي بقيت يعني بس مش قليل ده كتير قوي قوي من سلاح وزخاير وأجهزة الاتصال وكل ما تعنيه معدات حرب يعني الموضوع هناك ما كانش بسيط الناس بتعودها أنها تشوف الحرب اللي هي يعني يصوروا دبابات وطائرات بتضرب وبتاعه زي الحروب التقليدية يعني لكن الحرب دي كانت صدقوني أكثر شراسة لأن العدو التقليدي انت عارفه بتشوفه وتقدر تتعامل معها وجهاً لوجها ده ما بتشوفهش ده ما تستخب بوسطينا بلبسنا وحالنا يمكن وبعدين يوم بخصة وجبن يهجمك ويجري وطبعاً الناس بتبقى ما يعني موجوعة على أولادها وعلى مستقبل بلدها